اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يمدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي جاءت في الجامع الصحيح للإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى نذكر أهم المعاني وأهم الفوعد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك لا ننسى ذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والتي وردت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل انتظرونا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام واخواتي الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه ولا نزال معكم في شرح كتاب الإيمان في كتاب صحيح الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهو في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يخشى كما في سورة النجم السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أخواني الكرام أخوات الكريمات هذا الحديث جاء في باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء وفي هذا الحديث عدة معاني حيث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي أعطاه الله عز وجل لأمته من العطايا فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله أو بيّن الله عز وجل فضل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه من منزله عند الله عز وجل فيقول المسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما كان في ليلة الإسراء المعراج انتهي به إلى سدرة المنتهى أي ذهب جبريل صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى السماء ثم كانت نهاية ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة السدرة معروفة عندها ينتهي علم الخلائق وما بعدها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هذه الشجرة هي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها أي يصعد إليها من جاء من الأرض من أعمال الناس وغير ذلك وعندها يهبط ما أمر الله به فيأخذ من عندها وينفذ حيث أمر الله يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله جل وعلا إذ يقشى السدرة ما يقشى قال فراش من ذهب أي أحاط بالسدرة وغطاها فراشات من ذهب أو أن الفراش أحال بيني وبين الشجرة قال ابن مسعود فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أي عند بلوغه سدرة المنتهى أعطي الصلوات الخمس أي فرضت عليه الصلوات الخمس وكما تعلمون أخوة الكرام أخوات الكريمات كانت هذه الصلوات قد فرضت على هذه الأمة خمسين صلاة ثم من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المسلمة أن خفف الله عز وجل هذه الصلاة من خمسون صلاة إلى خمس صلوات تقام في اليوم والليلة ثم يقول وأعطي خواتيم سورة البقرة أي أواخر آياتها وهذا بيان لفضل خواتيم سورة البقرة وهذه الآيتين آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر هذه الآيات وكذلك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم غفر له لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا من المقحمات أي أن الذي يموت موحدا لله عز وجل وعليه من كبائر الذنوب أو المعاصي فإنه يحاسب عليها ولكنه لا يخلد بها في النار وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهذا مستاقا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للفرق الضالة خلافا للفرق المنحرفة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم الذين يكفرون أهل الإسلام بالكبيرة وبارتكاب الذنب أخواني الكرام أيضا في هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خواتم البقرة قد نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض كما يعني في هذا الحديث وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد قول الله عز وجل عند صدرة المنتهى قال الإمام السعدي في تفسيره قال هي شجرة عظيمة جدا يعني فوق السماء السابعة سميت صدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة أخواني الكرام في هذا الحديث فوائد كثيرة منها ثبوت الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم منها فضل النبي صلى الله عليه وسلم منها فضل الآيتين خاتمة سورة البقرة فلنحرص على قراءة هاتين الآيتين كل يوم خصوصا عند النوم نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا وإياكم لما فيه الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة فضل ترجمة نانسي قنقر